أعرف أمروان أني مش واكل معاك إن أنا أجي أفضل معاك ولا تكونش وحشتيني زي ما قلت لك على الباب أنا فعلا جاي لك في حاجة مهمة ومهمة قوي كمان اللي هي إيها اللي هي لبناء مالها وإيه اللي مالها أمروان أنت راجل فهم الدنيا ماشية إزاي كويس ما يصاحش حسن يطلق لبناء وبعدين أنت راجل سايدي وليك كلمتك وبتفهم في الأصول وإيه هي الأصول إن شاء الله الأصول إن حسن يرجع لبناء دي مهما كانت مراته يعني أنت جاي تهدي النفوس وتلب الشام دي مش الدين؟ أو اللهي وحياة دي النعمة يا شيخ أنا أكدب عليك طبعا أنت سيد العارفين إن الست ملايش غير بيت جزء وأنا عارف إن لبناء غلطت وتستاهل ضرب الجزمة كمان وأنا لو ما كان حسن أضربها بالنار بس هنعمل إيه؟ أنت عارف الستات وعمالهم ناقصات عقلي أنا آسف جدا طبعا أستزينب بالكلام دا للستات النقصة لكن إيه تست كاملة ما شاء الله عليكي لبناء رأي هي لبناء ملايش رأي اللي أنا هقول عليه هيمشي وبعدين لبناء لو غلطت تاني أنا هديها بالجزمة وممكن هضربها بالنار لأن أنا لو ما كان حسن هقتلها أنا بقولك الصراحة وأنا جاي لك هو بقدملك اللي في إيدي وأقولك إن إحنا غلطانين هو بإيه يردك وريم وريم دي زي العسل وأنا هقولك عليها بطأكتر واحد أعرفها وأنا ما عنديش مانع بس بالأول وفي الأخر بلرأي الحسن تمام إيه يا بقى أنا أستنى ردكم كامع والعسل بالفطيق لحد كده زال في قلع عم روان تمام إيه والشاي كمان الشاي إن شاء الله هنشربه في شقة حسن ولبنة سلام عليكم سيد وصل عادل باشا مروان إزاي كلام ده؟ يعني إيه ما عندكش مانع عند حسن يرجع البنت دي؟ معقولة؟ زينب انت فاكرا إن عادل جاي عشان موضوع ولبنة؟ لا عادل جاي عشان يارف أنا معاه ولا حد اللي يهمه لبنة ولا ريام ولا يحد في الدنيا غير وهو وبس كويس إنك جيتي وإيه اللي هيخليني مجير؟ يعني أنا قلتها تهرب أهرب من إيه؟ إيه اللي خلاكي تبعتيلي؟ عايزة أعرف إيه اللي جاي تقصدي إيه؟ بصراحة كده أنا عرفت من القضية دي ما فيهش برقة وإنها لبساني لبسان مين إيه اللي قالك الكلام ده؟ هو عرفته خلاص ده مش حقيقي طيب يا ستة لبنة ما تفهميني كده وترسيني؟ خليني على نور بدل ما نعمل زي البهيمة المطلوجة اللي عملك لفة حوالي نفسها هو مش عارفة فيه إيه؟ هتغيري أقوالك إزاي يعني؟ هتقولي إن أنت ما قتلتش ولا أي حاجة وإن ساعد جريمة القتل دي أنت كنت في مكان تاني وأنا هبقى أقولك علي لا بالراحة كده وفهميني واحدة واحدة هنقول إن كريمة زغللت عينك بالفلبوس وإنها وعدتك إنها مش هتسيبك لو لبستي الليلة مكانها وإن أخرة القضية دي يعني سنتين تلاتة على فكرة المحامي كان جاي الأسبوع ده يفهمك كل ده بس أنت اللي استعجلت ها طامنيني كريمة عاملة إيه؟ أهي مرزوعة ولا عيشة ولا ميتة يعني أنا اسمح أخبار كويسة؟ بعد الحكم تاني معلش أنا مش هاشتري سمك في مي؟ يا مرحب يا مرحب أهلا وسهلا إيه النور ده كله؟ فضل فضل فحش تاني تسدك بالله؟ لا إله إلا الله أنا كنت لسه هكلمك كذاب إنت لا كنت هتكلبني ولا كنت أسمع صوتك إنت جاي تسأل على نعيمة؟ لا 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 نعيمة إلا جسل عليها أنا جاي لك إنت وحشتك إياك لا أنا جاي لك علشان نتفق نتفق على إيه؟ على اللي إنت قطعت على الطريق واخدته أنا قطعت الطريق؟ إيه اللي بتقوله ده؟ أنا هكتع الطريق؟ لا سمح الله على ميني يعني؟ مروان كلا أعوز الأمور تمشي زي السكينة في الجتو والسكة والجرايحة بيني وبينك أنا ما عنديش مانع وصلني أوصلك؟ أوصني الناس اللي برا ومين معهم هنا الجوا بيحركهم واخد بالك أنا لو خدت اللي عندك مش هتطلع من البلدي حي ليه بس؟ كناس إن إنت دخلت مرات السجن؟ وأنا كنت أعرف إن أمراتك أكبير؟ أنا ما سمعتش ردك حالسؤال أيها بس إنت حتستفيد إيه؟ أنا شايف يعني إنك ما تعرفش أحسن المهم إن المصلحة تمشي أنا أحب أشتغل في النور كل حاجة تبقى قدامي زي عين الشمس بس خلي بالك الطلب ده ممكن يخلي الناس اللي برا تاخد منك موقف وحشاوي قلهم إنت بس وكل حاجة هضوب جزاء العسل طب ولي ليه عندك؟ كلم حسن أصل حسن هو بتاع ترتيب الناس هتداي الحاجات الصغيرة داي أنا بس بهاله ياوا يا الحاجر مع السن أصل هو الدباجة ما بيفهم شي دايماً بيتأخر تصدق بياخد 300 جنيه عشان يجيب لي حاجر مع السن إيه؟ مش عايز تقول حاجة النعيمة ولا إيه؟ متشكل أمر أون بيه إيه؟ الله بتاعي أنا عيمة فيه زيارة عشانك مين؟ تقول عاملة إيه يا نعيمة؟ وحشتيني قلت أجي تطمن عليكي بتعاوز مني إيه؟ عاوز مني كاسة البنات أنا بس قلت أجي أسأل عليكي محتاجة حاجة كويسة ولا لأ؟ موضي يا نعيمة؟ راحة فيه؟ بقى أنا جاي أقعد معيك وأشوفك سبيني وتمشي كده؟ من غير لفه دوران عاوزة مني إيه؟ أنا ما بلفش ودور يعني أنا مثلاً هكون عايزة منك إيه؟ هموتك مثلاً؟ أنا مش عايزة روحك أنت أنا عايزة روح ابنك أختي حقك مني زي ما أنت عايزة إنما ابني لأ، أنت فهمها؟ وأنا ابني كان إيه؟ لو قربت ابن ابني يا ريتال هقتلك فهم يعني إيه هقتلك؟ لما نشوف طول الوقت من وأنا صغيرة بسمع كلامي خليني مرفعش سماعة التليفون حتى على عمي ولا على مراته ولا أولاده ولا أي حد من قريبه حتى خالي الرجالة فعلتنا يا عزة لما بتختلف مع بعض ما حدش بيعمل حساب التاني كله بيفكر ياخد حقه بس عارف ده؟ سبب لي مشكلة كبيرة قوي لما تبرد عارف إيه هي؟ إيه؟ ماما كانت دايماً تقولي إن فيه مشاكل في العيلة وإن الناس دايماً بتتخاني وما حدش بيزور حد وشايف إن كل المشاكل دي بقى سبابة جابري أقولك على حاجة وما تستغربيش اوه؟ أنا كمان عمر ما كانت العلاقات عندي في العيلة كويسة بس أنا بابا كان عنيد كان دايماً يتخاني مع أماما عشان خاطر عمي وأولاد عمي ترجمة نانسي قنقر